أطلق بركانو كيلويا في ولاية هواي الأمريكية حمما سائلة تدفقت إلى مياه المحيط الهادي كانت الحمم تدفقت لأسابيع في يناير كانون الثاني لكنها توقفت على ما يبدو حتى الأربعاء الماضي ما أن تلامس الحمم المنصهرة مياه المحيط حتى يقع رد فعل أشبه بالانفجار يمكن أن يطلق كتلا سخرية في الهواء وتتشكل أراضي جديدة بعد وقوع هذا التلامس ويقول مسؤولون إنهم لا ينصحون بالاقتراب بأي شكل من الأشكال من منطقة التلامس تلك بسبب التفاعل الذي يشبه الانفجار وكذلك بسبب هشاشة التربة التي يمكن أن تنهار في المحيط مرة أخرى فبعض الحمم المتدفقة قد تكون قابلة للانفجار في بعض الأحيان ومن ثم قد تشكل خطرا على مناطق في هواي وتتسبب في حرائق بالمنازل إذا وصلت إليها